نستخدم كل الشكاوات التي تأتي عن طريق كل طرق الأجود الموجودة المتحل للشاكين هناك الخط الساخن وطريق الإنترنت وطريق الهاتف المحمول وطريق الواتس وهنا دي حاجة مسائل بسيط لشاكوات وطواتس واحد دخل بيتبعاته رسالة فيها لينك بيخش على لينك هنا عدوة الشكاوات البعض أول ما بيجي تشاكي لازم بنيديله الاستمارة داية لازم بيملك اسمه ورقم تليفونه وعنوانه اسم الشركة مضمنها الشكوة عبارة عن غسلة بتجاهز حسب سلعة معملة أو حاجة تانية أول ما بيجي تشاكي لازم يتوفر دمان لو هو داخل الدمان لمن ننمال له حقه انه هو اللي بيبقى الإصلاح طبعا من غير تكلفة لو خارج الدمان بنقوله ان الإصلاحة بتكلفة والفاتورة طبعا عشان نثبت نشوفها وجد داخل 14 يوم طبعا القانون الجديد 30 يوم بعد كده بناخد منه الشكوة بتدخلها على السيستم بعد من دخل بالسيستم بحولها لمحاقق المختص بتروح للمحاقق وبتدي المحاقق يفحصها منه للشركة على طول بيتابع بقى مع الشاكي نفسه بس دي عبارة عن إدارة الشكاوة هنا لبنستلقاها بريد لكن طبعا في شكاوة بقى فيسبوك في جمعيات فيه طبعا اكتر من طريقة بنستلقا بها الشكاوة هاو احنا بالنسبة هنا كخص ساهم احنا نبدأ نستقبل الشكوة من العميل بيبقى فيه اكتر من اتصال يعني الاول بيكون عبارة عن تسجيل شكوة يعني فيه ناس ما تتصل بها عشان نساجل شكوة هو الامصال التاني ممكن ان هو يستثر عن شكوة سابقة تماما تماما في الحالتين انا متابع مع العميل الحالة اللي بتاع تسجيل الشكاوة دي انا بساجل الشكوة وبستوف بحاول ان انا اطلق منه المستندات الخاصة بالشكوة اول من المستندات دي بدي وصلني طبعا عن طريق الواتف برفق المستندات دي في الشكوة وبحولها لإدارة تانية اسمها إدارة الفحص لو فيه اي بيانات او مرفقات خاصة بالشكوة بتتكلم العميل مرة تانية وبتستوفيها منه اخر مرحلة خالص في الشكاوة ان هي بتتحول ادارة التحقيقات وادارة التحقيقات دي هي اللي بتتبع مع العميل الاجراءات القانونية الخاصة بالشكوة فيه ناس بتتصل بيه علشان تستغصر عن شكوة سابقة فانا طبعا ببلغوا باخر اجراء قانوني تمام في الشكوة دي يعرف طبعا اسم المحاق المسؤول اللي هو ناسك شكويتو ويعرف اخر اجراء دم فيها والتاريخ بتاعه